السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم أيها الأطفال الصغار درسنا هو التاء المربوطة والتاء المبسوطة أي كيف تكتب التاء في آخر الكلمة هل هي مربوطة أو مبسوطة مربوطة يعني مقفلة مقفلة ليس فيها فج للدخول إليها مقفلة أي مغلقة هذه مربوطة وتكتب على هذه الطريقة أم هذه الطريقة هذه إذا كانت وحدها وهذه إذا كانت متصلة بالكلمة التي قبلها هذه كيف تكتب التاء المربوطة المبسوطة يعني مفتوحة مفتوحة غير مغلقة غير مقفلة تكتب على هذا الشكل إذا كانت وحدها وتكتب على هذا الشكل إذا كانت متصلة في حالة وصل مفهوم لنرجع إلى التاء المربوطة التاء المربوطة تكتب دائماً في الأسماء التاء المربوطة تكتب دائماً في الأسماء لا نجد التاء المربوطة في الأفعال أو الحروف توجد فقط في الأسماء هذه الخاصية الأولى دي التاء المربوطة توجد التاء المربوطة دائماً في الأسماء الأفعال لا والحروف لا مثلا تلميذة هذه التاء مربوطة لأن التلميذة اسم وكذلك خاصة نعرف بأن هذا التاء في حالة الوقف تنطق هاء مثلا كنقول التقيت بالتلميذة أو بالتلميذه التاء هنا نطقت هاء إذا نطقت التاء هاء في آخر الكلمة فهي مربوطة التقيت بالتلميذة في الجنة هنا التاء نطقت هاء في الأخير في حالة الوقف نقول نحن لا نتكلم على الوطل في الوقف تنطق دائما هاء جنة فأره حمامه إذن هنا نطقت هاء ماذا نطقت هاء نطقت هاء نطقت هاء إذا نطقت الكلمة التي تحتوي على التاء في الأخير ونطقت التاء هاء تكتب مربوطة بدون نقاش إسم وتنطق في حالة الوقف هاء إذن فهي مربوطة هذه التاء المربوطة ما فيها الشيحة كثيرة التاء المربوطة في حالة الوقف تنطق هاء تلميذة تلميذة مثل هذا الشكل جنة فأره حمامه في حالة الوقف في حالة الوطل تنطق تاء ألا كانت في وسط الكلمة مثلا كتبت تلميذة الدرسة الجنة تحت أقدام الأمهات ها ضربت فأرة ب حجرة الحمامة تطير عاليا إذن هذه كلها كلمات عبارة عن أسماء تحتوي على تاء مربوطة في الأخير لماذا؟ لأنها تنطق هاء هذه التاء تنطق هاء في حالة الوقف مفهوم تاء المربوطة الآن? لننتقل إلى التاء المبسوطة التاء المبسوطة تكتب على هذا الشكل إذا كانت وحدها وتكتب على هذا الشكل إذا كانت متصلة التاء المبسوطة كيف تكتب؟ تكتب على هذا الشكل أو هذا الشكل في آخر الكلمة. وأين تكون التاء المبسوطة؟ تكون أولا في الأفعال في الأفعال جلست فهو فعل التاء هنا متحرك فاعل. أنا جلست أنت جلست تاء متحرك فاعل. أنت جلست تاء متحرك فاعل هي جلست التاء تأنيت ساكنة لا محل لها من الإعراب. إذن التاء المبسوطة تكون في الأفعال مثل فعل جلسة مع التاء المتحركة أو تاء التأنيت الساكنة. وتكون كذلك التاء المبسوطة في الأسماء ولكن ليست جميع الأسماء. تكون في الأسماء التي يكون قبلها سكون حي مثل بنتن هنا سكون حي قوتن هنا سكون ميت توتن هنا سكون ميت إذن أو بيتن سكون حي إذن التاء المبسوطة تكتب في الأسماء إذا كان قبلها سكون حي أو سكون ميت مفهوم إذن تكتب في الأفعال وفي الأسماء إذا كان قبلها سكون حي أو سكون ميت وكذلك تكتب في جمع المؤنة السالم جمع المؤنة يعني تلميذات تلميذات فهو جمع لتلميذه الجمع لتلميذه تلميذه بالتائل المربوطة والجمع دياله هو تلميذات بالتائل المبسوطة طائرات طائرات فهو جمع مؤنة لإسم طائرة طائرة المفرد تكتب بالتائل المربوطة والجمع تكتب بالتائل المبسوطة طائرة الآن تلميذات وبنت وطائرات وقوت وتوت هل في حالة الوقف تنطقها بنت لا تنطقها وإنما تبقى تاء قوت ت تنطق تاء ساكنة وليستها توت تنطق تاء ساكنة وليستها تلميذات هل نطقتها لا وإنما بقيت تاء طائرات ت نطقت تاء وليست هاء إذن بالنسبة للتاء المبسوطة في حالة الوقف لا تنطق هاء وإنما تبقى تاء لا تنطق هاء مثل التاء المربوطة مفهوم؟ لاحظوا معي هذه الأمثلة معلمة معلمة التاء هنا نطقت هاء لماذا؟ لأنها تاء مربوطة معلمة التاء المربوطة في حالة الوقف تنطق هاء مفهوم؟ كرة هنا نطقت هاء لأنها تاء مربوطة وتاء المربوطة تنطق هاء في حالة الوقف كرة كرة معلمة معلمة هدف المفرد في الجمع الجمع لمعلمة هي معلمات معلمات في حالة الوقف لا نقول معلمات وإنما نقول معلمات إذن هنا التاء لم تنطق هاء إذن فهي مبسوطة هنا نطقت هاء إذن مربوطة مثل آخر كرة في حالة الوقف نقول كرة هل نطقت هاء؟ لا إذن التاء المبسوطة لا تنطق هاء في حالة الوقف وهنا في المفرد كرة كرة والتاء المربوطة تنطق هاء مفهوم؟ هذه هي التاء المربوطة والتاء المبسوطة بكل بساطة يعني الإملاء ممكن إذن تحطوه فيه إلى خديتو على الاعتبار هاد الشرح اللي أعطيتكم إذن التاء المربوطة تكتب تاء مربوطة في آخر الكلمة إذا كانت في حالة الوقف الميذات نطقت تاء طائرات نطقت تاء وتاء المبسوطة بالنسبة للأفعال تكون في الأفعال لا تكون تاء المبسوطة دائما تكون في الأفعال جلست 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 مفهوم؟ هذا والشرح البسيط أو الفرق ما بين تاء المربوطة والمبسوطة في آخر الكلمة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى